الحمد لله ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعد عما بعد قال الله تعالى فعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين الحمد لله يا أيها المشاهدون الكرام وأنتم ترون هذه الحي الحي المملكة للغرباء هذه البيوت البيوت كثير للغرباء والمساكين من المحكومة الحمد لله لهذه الشارع فقط البئرتين لذلك الحمد لله البئر الذي وصص في هذه الحي تعال تقبل الله منا ومنكم قال الله تعالى قال الله تعالى في الحديث الكدسي في الحديث الكدسي في الحديث الكدسي يا ابن آدم انفيك انفيك عليك الحمد لله يا أيها المشاهدون الكرام وأنتم ترون هذا الناس الناس العامية للغرباء والمساكين لهذه الشارع الذين يأتون لأخذ الميا الحمد لله هذه الحفلة الحفلة عظيمة للتوزيع وللبيع الحمد لله يا أيها المشاهدون الكرام وأنتم ترون هذه الحفلة الحفلة القيمة التوزيع والبيع وغير ذلك الحمد لله تقبر الله منا ومنكم خاصة هذه الصداقة الجارية التي يقيمت في محافظة كم الله لدولة bangladesh نيابة مسبح نصير البكوش مسبح نصير البكوش أفضل الصداقة أفضل الصداقة سقي الماء البيع صداقة جارية من ابنته المرحوم بابن عبد الله بابن الله تعالى مسبح نصير البكوش تقبر الله منه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وكرم نزله وواسع مدخله واغسله بالماء والسلج والبرد ونقه من القطوة كما ينقص سوب الابيز من الدنس وابدله دارا وآهلا خيرا من داره وآهلا خيرا من آله وزوجا خيرا من زوجه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغوايبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا ومتانا يا أيها المشاهدون الكرام هذه الصداقة جارية الصداقة الضرورية أيضا لهذه الحي فتبرعوا في هذه المشروعات المختلفة في بناء المساجد والمدارس وهذه المشروعات إن شاء الله تبرعوا فتبرعوا تفضلوا يا أيها المشاهدون الكرام أنا ندعوكم أنا ندعوكم إلى الخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق أنفق عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث القدس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا العدير عجره قبل أن يزف عرقه لذلك تعالوا تعالوا يا أيها المشاهدون الكرام فقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله